السلام عليكم وصفة اليوم كيك شوكولة طب و سهلة في تحضير و مكونات له مبسط و هذا الوصفة لا يوجد في اليوتيوب حسريا على القناة اتمنى انكم اتبعوا الفيديو الأخير و اتبقوا الوصفة و اكيد اكيد ستعجبكم اشتركوا على المكونات مع طريقة تحضير فرجة موطعة احتجوا ربعات البيضات يكونوا بدرجة حرارات المطبخ اذا كان لديكم البيض محتفظين في تلاجة سنضيف الماء دافئ اضيف المعلقة من بودرة الفانيلا كيس من السكر الفانيلا اضيف 150 جرام من السكر الماء يعادل كأس سنضيف المكونات بطرق الكهربائي او بطرق الكهربائي او بطرق الكهربائي لا يقوم بطرق الكهربائي اضيف 3 لمعال كبار من كاكاومور 40 جرام و اضيف 150 مليلتر من زيت الماء يعادل كأس نضيف 200 مليلتر من الماء يكون دافئ ما يعادل كأس وناسف نضيف 50 جرام من كاكا والحلو ما يعادل ثلاثة لمعال كبار ونصف نضيف 200 جرام نخلط حتى نسجم المكونات نضيف 60 جرام نضيف 8 جرام نضيف 21 جرام نضيف حجم كبير نضيف معلقة كبيرة من الدقيق ستحتاجه غير ستتل معه الكبار في الكفاية ستحتاجه غير ستتل معه الكبار ولكن اليوم ستحتاجه غير ستتل معه الكبار تقريبا كمية دقائق ستحتاجه ما بين 100 جرام حتى 112 جرام لحسب الحجم اللي استعملته ولكن القاوم الخالط سيكون خفيف في هذا الشكل لأننا ستحتاجه غير كيمية قليلة من دقائق ودفناها في الخالط الكاكا والمرء والكاكا والحلو ولا ستحتاجه الكيمية اللي تبقى لنا من دقائق انا اخذت هذا الاران كانت بشوية ديال زبتاء ورشت عليهم من دقائق بطبيعة لحال اي حاجة كتدخل الفران ممكن انكم تحضروا فيها الكيك ديالكم ولا تستعملوا حجم لي وعائي لي ولا تستعملوا ممكن ان اخذوا كل باكات دياله جد طعب لكي يكون بحشك البابي آليمييوم تحضروا في الكاك ديالكم راكي يجيطوا وشك ديالهم مزوين فيه هنا من بعد ما كان نعمرهم اخلي وحد شوية الفراغ باش ان الكاك ديالنا يزيد الضعف الحجم ديالهم وتبارك الله راكي يعطينا الكيمية ديال الخالط لدينا كيمية دياله بأسابياء وبالنسبة للرانكان دياله انا عندي الحجم لي ومتوسط ماشي دك الصغير وريمز هنا اخذت شوية حفوان جرش تفاحات كبار من الافضل ان التفاح ديالكم يكون نرتب ماشي دك تفاح لكي يكون قاسح قطعتوها على شكل شرائحي عشوائية ونضعه في فوق الكيك كيف لا تلاحظوا بهذا الشكل كلما نوضع كيمية كلما نزل تفاح لداخل بطبيعة الحال اي فاكيه انتو متوفرها عندكم صدقوني الا كان عندكم الاناناس كي يجي في الكيك خاطير بزاف الاناناس المعلب غير وضروري انكم تدو تقطعها كشرائح عاد ممكن انكم تتعملو او تتعملو نقاس مهم اي فاكيها انتو ما كتعجبكم بطبيعة الحال ما تكونش تخرج المدية لها فتحضروا بها الكيك ديالكم كيف ما كتلاحظوا فاشكا نوضع ديك الطبقة ديال تفاح راني كننزلها باش نوضع طبقة تانية او ممكن انكم تكتافوا غير تبقى واحدة ومعلى حساب الرغبة ولكن في صراحة فاشكا نوضعوا الفاكهة مع الكيك كتعطي واحد الماداق انا من بعد ما اضفت طبقة تانية غادي ناخد اللي بي 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 شوكولة اذا كان عندكم اللي بي 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 شوكولة كيكون فيه بالنسبة لكاكهة اذا كانوا يفضل بكاتل من اللي بي 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 شوكولة مكتافة تضعف حجمه نشعله الاخرى و نضعه و نحن نشف و نخرجه و يكون الكيك خفيف و يسفنج نحضر خالط نضيف كأس الحليب نضيف 200 مئة شوكولات و هنجح قلب و تحتاجه نصف كأس الحليب كما تلاحظوا شوكولات مع الحليب و ينسقوا بي الكيك دياري صدقوني هذا المزيج سوف يتجربون و كيف حصلة اضافة لديك شوكولات اضافة لديك شوكولات اضافة لديك شوكولات سوف يقوم بتاكل كمية اضافة لديك خطوط سوف نزين بأي فكرة طويلة ونخليكم على الشكل النيائي اض circulation وهذا هو مرتي بشكل النيائي كيك ميني كيك وصفة سهلة ومكونات لهم في المتناول كنت من ان شاء الله تجربوه وينا الاستحسان لأنه فعلا ركي جلديد وانا شخصيا من عرشاق هذا الكيك دروري نهار كنت وحشي حاجة بالشكلات لانا كيفما لاحظت طورا ما كي ياخد معانا لا وقت لا مجهول ويعطينا واحد الكيك اللي هو لديد بزاف و بالاخص إلا حضرتوه بالليل وقدمتوه لغة الليل ديابكم او العائلتكم ركي يجي خفيف بزاف ويجي مشرب ديك الكريمة اللي درنا ديال الياغورت مع شوكولات ودك المزيج ما بيلكاكا والمرو كاكا وحلورة يعطيه كاكلي وخاطير بزاف ان شاء الله غادي تجربوه وغادي يولي هو المعتمات عندكم وكنتمنى بطبيعة الحال الى عجبكم ما تبخلوش علي باللايك وانضمام القناة الي اول مرة يزور قناتي ولعجبكم بطبيعة الحال المحتوى كان شكركم بزافة لحسن المتابعة ودمتم في المان الله وإلى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله مع السلامة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة